موسيقى ننتقل إلى القسم الثاني السؤال الأول نتطلب من السؤال الأول من قسم التراكيب لنضع السطر على النات ونضع الأطار على الاسم الذي تأهل لنا أو تبين لنا النات الجملة الأولى الشاطئ نظيف الجملة الثانية الثانية ثم الجملة الرابعة الثانية السؤال إنه ماندارون مؤسف مؤلم مؤمن إذا نضع الثانية ونضع الثانية 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 قسم التركيب سوليني الاجيكتيف إذا نضع واحد السطر على الاجيكتيف على النات ونضع واحد الايطار على النام وهو الاسم هنا لدينا الجملة الاولى الأولى الشاطئ ونظيف هنا هنا هو النات هنا هو الاجيكتيف هو نظيف هنا هو الاسم النوع النات هو النات الاسم في المفرد إذن البلاجة فامينا سنجولي إذن كذلك الناحة الاجيكتف سيتبع له في الإفراد وفي التأنيت إذن يعطينا بخطر فهو فامينا سنجولي البلاجة بخطر الشاطئ نظيف إذن نضع واحد الإطار على الاسم اللي هو البلاجة وهذه نضع واحد السطر على الاجيكتف اللي هو النعت نظيف ثم الجملة الثانية لديزم فراز لدينا الغازالة الصغيرة تركض أو تجري على العشب الطري إذن نلاحظنا فعندنا جوجة النعوت الغازالة إذن نضع ممكن جملة تكون فيها أكثر من نعت إذن هنا لدينا جوجة النعوت لدينا الغازالة الغازالة الصغيرة الغازالة الطري بالنسبة للإجيكتف الغازالة 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 إذن كذلك النعت الاجيكتيف يتبع له في التأنيت والإفراد وهذه يعطينا la petite الصغيرة إذن نضع واحد السطر على la petite وهو النعت الاجيكتيف وهذه نضع واحد العطار على الغازالة وهو الاسم الذي أهلنا النعت وهو la petite كور سور الارب فخاش إذن هنا النعت الثاني الاجيكتيف الثاني وهو فخاش طاري إذن هنا سنرى الاسم كيف يشجع وهو الارب العشب إذن ستنو في ميناء إذن فالنع ديالو فهو ستنو في ميناء وبالنسبة العدد ديالو لنعب ديالو فهو جا أو سنجولي فهو في المفرد إذن لغب ستنو في ميناء سنجولي إذن كذلك فخاش اللي هو النعت الاجيكتيف وهو يتبع عليه في التأنيت والإفراد وهذه يعطينا فخاش طارية إذن لغب فخاش العشب الطاري إذن سنوضع واحد الإطار على لغب اللي هو العنو لأهلنا النعت فخاش وغضي نوضع واحد السطر على فخاش اللي هو الاجيكتيف اللي هو النعت ثم الجملة الثالثة لتخوزين فخاز جيام بتي شاب لان إذن لدي أو عندي قطن صغير أبيض إذن هنا هنا هو الاجيكتيف فهو بتي صغير وفينا هو الاسم فهو شار القطن إذن بتي أدجيكتيف وشار فهو الاسم لنوع إذن هنا شار في هذه الحالة النوع ديالو فعنا مذكر فهو مسكولان شار وبالنسبة العدد ديالو لنوع ديالو فهو جا في المفرد إذن فهو أو سنجلي لان شار ستنو مسكولان سنجلي إذن كذلك الاجيكتيف اللي هو البيت قد يتبع له في الإفراد وفي التذكير إذن يعطينا بتي شار إذن جي بتي شار لدي قط صغير أبيض إذن سنضع سطر على بتي اللي هو صغير أدجيكتيف ونضع إطار على ش اللي هو الاسم لأهلنا هذه النعت اللي هو بتي إذن نضع إطار على ش قط ثم ندوز الجملة الرابعة اللي هو ستن پيزاج ديزولان إنه ماندارون محزن أو مؤسف إذن هنا فينا هو لأدجيكتيف في نوع النعت هو ديزولان مؤسف وفينا هو لنوع في نوع الاسم هو انبيزاج ماندار إذن هنا لنوع الاسم فهو نوع ديالو فهوى مو دكر فهوى مسكولن وبنسبة لعادة ديالو لنبه فهوى أو سنجلي فهوى فلما فرد إذن un paysage c'est un nom مسكولن سنجلي إذن كديري كديريك لدجكسيف نعت فهوى سيبعلي في التدكير وفي الإفراد وديعطينا دي زولان مؤسف إذن ستا پيزاج ديزولان إنا هو ماندار مؤسف إذن نضع إطار على un paysage اللي هو الاسم اللي أهلنا لأدجكسيف اللي هو ديزولان نضع على إطار وديزولان اللي هو لأدجكسيف مؤسف سنضع عليه واحد السطر ديزولان نتقل لأدجكسيف نتقل لسؤال لقم إثنان complete ب آدجكسيف convenable إذن نطلب من نفس السؤال الثاني باش نكملوا بالنعت المناسب إذن عندنا جمل جمل فيها فارغات هالفارغات سنملؤها بالنعت لزيدجكسيف المناسبة إذن عندنا اللي بلاج ديزولان ماروك سن شواطئ المغرب هي سنكملها ب نعت أدجكسيف ثم الجملة الثانية الثانية هلنا جسوي أنا آدجكسيف ثم الجملة التالية الثانية الثانية ماما أي أمي هي ثم الجملة الرابعة من بار آ آ وات إذن الاب ديالي لديه سيارة إذن اللي مطلب لنا هو الفارغات اللي فيها الجملة نكملوهم بالنعت لزيدجكسيف المناسب دان لزيدجكسيف جواب السؤال لقم إثنال كمپلت بار الناجكسيف كمونابل إذن نكملو بالنعت المناسب إذن نجملو الأولى لزيدجكسيف 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 مارك سان إذن شواطع المغرب هنا إذن نكملو بها النعت اللي رد ينسب لنا هنا نكتبو سيبرب رائعة إذن لزيدجكسيف دي مارك سيبرب شواطع المغرب هي رائعة ثم الجملة الثانية لزيدجكسيف لزيدجكسيف جسوي إذن أنا لزيدجكسيف منعت كنت سعيد أو فريح جسوي كنت أنا سعيد ثم الجملة التالية لتروزين فراز ماما إذن أمي هي نكملوها بأن أدجكسيف نعت مربيز ماما إذن مربيز أمي رائعة ثم الجملة الرابعة لكاترين فراز ماما أم أم واتور إذن أبدأ لي عنده سيارة نكملوها بإناعة أدجكسيف أدجكسيف رائعة ندرو بأل جميل إذن ماما أم 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 سيارة جميلة دانق ننتقل إلى السؤال لكم ثلاثة سوليني لزاد وعندك سكيل زكس إذن نطلب من نفس السؤال التاليس باش نسترو على الحال وباش نحد على شتي عبر إذن عدنا الجملة الأولى la première phrase les volontaires travaillent rapidement المتطوعون يعملون سريعين ثم الجملة الاتنية la deuxième phrase les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt إذن المخييمين يعملون أبدا النار في ثلاثة إذن هنا فين هو الحال فين هو الأدفر وهو ربيد سريعا إذن الشي فيدلينا هذا الحال هذا الأدفر لا يعملون تفيدلينا الوقت ثم ثم الجملة التالية المخييمين لا تفيدلينا الثلاثة 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 إذن إذن فتفيدلينا المكان إذن ستروع là partout اللي هو الأدفر الحال في كل المكان وغادين نوضع إذن إذن اللي هو إذن تفيدلينا المكان إذن نتعقل لكاترين كيستيون نتعقل لسؤال رقم 4 كمبلت بار لد الادفر كونونابل إذن نتلبو مننا السؤال الرابع باش نكملو الجمال بالحال المناسب إذن أعطونا خيارات أعطونا خيار الأول إيسي هنا الخيار الثاني ترانكيل ما بهدوء والخيار الثالث بيان جيد أو حسن إذن لدينا الجملة الأولى الطفل يلعب ثم الجملة الثانية إل إيكري هو يكتب ثم الجملة الثالثة جابت أسكنو أو أقطو إذن إذن نطلب مننا الجملة هذا نكملوه بالأدرب الحال المناسب إذن لأجب الثالثة لأجب جواب السؤال لأقم أربعة جواب السؤال لأجب المناسب إذن نكمل الجملة بالحال المناسب إذن لدينا الخيار الأول هنا الخيار الثاني ترانكيل بهدوء والحال الثالث النبي هو حسن أو جيد إذن لدينا الجملة الأولى لأجب الطفل أو الرادع يلعب إذن سنضع الحال المناسب وهو ترانكيل بهدوء إذن فالرادع أو الطفل فأتي لعب بشكل هادئ إذن نضع ترانكيل بهدوء لأجب جوا ترانكيل الطفل يلعب بهدوء ثم الجملة الثانية لأجب الثالث إل إكري إذن هو يكتب إذن شنو الحال المناسب هو بيان قد نضع بيان لأن هو تكسب بشكل جيد إذن إلي يكري بيان هو يكتب جيدا أو بشكل حسن ثم الجملة الثالث 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 جابت أسكنو أو أقطنو قد نضع الحال المناسب هو إيسي هنا إذن هو يقطنو أو يسكنو هنا إذن هو تسكن هنا إذن نضع إيسي هنا موسيقى تسكن موسيقى اشتركوا في القناة